موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية يغادر عدن في طريقه الى الجزائر موسيقى رئيس الوزراء يوجه الاجهزة الامنية والعسكرية في شبوة لتكثيف جهودها لمواجهة الارهاب ويطلع على سير الحبلة الامنية بتعز لضبط الخارجين عن القانون المحافظ بالماضي يطلع على نشاط فرع مصلحة الهجرة بالمكلة واجراءة صرف الجوازات للمواطنين المنتدى السياسي بجامعة حضرموت يختتم برنامج المناظرات السياسية واستراتيجية الحوار بالمكلة موسيقى بداية النشرة اهلا بكم غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمية رئيس مجلس القيادة الرئاسية العاصمة المؤقتة عدن في طريقه الى الجزائر للمشاركة في اعمال الدورة العادية الحاضية والثلاثين للقمة العربية وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسية كلمة اليمن الى القمة كما سيلتقي عددا من قادة الدول الشقيقة وفعاليات اخرى للبحث في اولويات الدعم المطلوب للقضية اليمنية وجهود استعادة مؤسسات الدولة واحلال السلام والاستقرار في اليمن وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الاجهزة العسكرية والامنية في محافظة شبوة بتكثيف جهودها لمواجهة تحركات الخلايا الارهابية وملاحقة عناصرها وافشال مخططات ميليشيا الحوثية الارهابية لاستهداف المواقع الحيوية وزعزعة الامن والاستقرار واكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفية اجره مع محافظ شبوة رئيس اللجنة الامنية عوض العولقي ان الحكومة وبتوجهات من مجلس القيادة الرئاسية تدعم كل جهود السلطة المحلية واجهزتها العسكرية والامنية للتصدي للعمليات التخريبية والارهابية السعي لارباك المشهد الامني في شبوة مشددا على تعزيز العمل الاستخباراتي لكشف العناصر والخلايا الارهابية وافشال مخططاتها وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بامن المحافظة وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بامن المحافظة وتقديمهم الى العدالة القانونية لينالوا جزائهم العادل والرادع كما اطلع الدكتور معين عبد الملك من محافظ شبوة على تقرير حول مجمل الاوضاع في المحافظة بما في ذلك التنسيق القائم مع تحالف دعم شرعية لردع التهديدات الارهابية الحوثية ضد شركات النفط والمصالح الحيوية في المحافظة اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على سير الحملة الامنية لضبط العناصر الخارج عن القانون في مدينة تعز وجهود ضبط الاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع وتفعيل اذاء عمل مؤسسات الدولة واستمع رئيس الوزراء من محافظ تعز رئيس اللجنة الامنية نبيل شمسان الى شرح حول الجهود المبذولة لضبط الامن والاستقرار وملحقة العناصر الخارج عن القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة اضافة الى الاستهداف المتكرر لميليشيا الحوثية الارهابية للمدنيين في تعز والخطط الموضوعة للتعامل مع هذا التصعيد الارهابي للحوثيين واكد الدكتور معين عبد الملك دعم الحكومة الكاملة للسلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية بمحافظة تعز للقيام بواجباتها ومسؤوليتها في فرض الامن والاستقرار موجها بتعزيز اليقظة الامنية والجاهزية العسكرية العالية بما يضمن افشال مخططات الحوثية الارهابية ودعمها كرم مدير مكتب رئاسة الجبهورية الدكتور يحيى شعيوي الفقيد الدكتور احمد علي ناجي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان سابقا بذرع الواجب والذي منحه اياه رئيس مجلس القياد الرئاسي الدكتور رشاد العليمي نظير جهوده الطيبة وعمله الذئوب خلال فترة حياته التي افناها في خدمة الوطن جاء ذلك خلال فعالية احياء ذكرى مئوية الفقيد بعدن وسط حضور رسمية وشعبي كبيرين تسلمت خلاله اسرة الفقيد درع الواجب اعربت بلادنا عن تضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة جراء حادث انفجار صهريج وقود في بغداد مما ادى الى سقوط عدد من الضحايا والمصابين وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها الى الحكومة والشعب العراقي وذوي الضحايا راجية الشفاء العاجل للمصابين شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك في الاجتماع التشاوري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر وخلال الاجتماع عرضت دكتور بن مبارك التطورات الرهنة في اليمن ورؤية الحكومة اليمنية لاحلال السلام وانهاء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الارهابية ضد ابناء بلادنا منوها بمواقف الدول العربية الداعمة للحكومة الشرعية لافتا الى الظروف الصعبة والمعاناة الانسانية الكبيرة نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران على الرغم من سعي الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر الى انهاء هذا الانقلاب وعودة الامن والاستقرار من خلال المفاوضات والحوار السياسي والمبادرات الاممية كما التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقية الدكتور فؤاد حسين على هامش الاجتماعات التحضرية لمجلس الجامعة لوزراء الخارجية العربة على مستوى القمة الدور العادية الحدية والثلاثين في العاصم الجزائر حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة خاصة على الساحتين اليمنية والعراقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعرض الوزير بالمبارك تطورات الاوضاع في اليمن وجهود الحكومة وتعاطيها الايجابي مع المبادرات الاممية لتمديد الهدنة وتعنت الميليشيات الحوثية الارهابية ايزاء ذلك وتدعيات الهجوم الارهابية الاخيرة على ميناء النشيمة والضباء النفطيين في حضر موت وشبوة هذا وعبر وزير الخارجية العراقية عن موقف بلاده الثابت والداعم لشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادة اراضيه وعن الادانة لاي تصعيد عسكرية مشيرا الى ان السبيل الوحيد لحل الازمة هو الجلوس على طاولة الحوار والدفع بالعبلية السياسية كذلك بحث وزير الخارجية وشؤون المتربين الدكتور احمد عود بن مبارك مع وزير الخارجية السودانية علي الصادق على هامش الاجتماعات التحضرية لمجلس الجامعة لوزراء الخارجية العرب على مستوى القمة الدورة العادية الحادي وثلاثين في العاصمة الجزائرية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ومستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة وفي اللقاء اكد الوزير بن مبارك متانة العلاقات الاخوية المتميزة التي ترتبط البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بموقف السودان قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن في مختلف المراحل والظروف وعرض الدكتور بن مبارك تطورات الاوضاع في اليمن وتعنت الميليشيات الحوثية ورفضها تمديد الهدنة وتدعيات الهجوم الارهابي الاخير على ميناء النشيمة والضباء النفطيين مشيرا الى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية الانقلابية منظمة ارهابية هذا وجدد وزير الخارجية السودانية التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادة اراضيها معبرا عن ادانته للهجمات الحوثية الارهابية وتصعيدها الاخير باستهدافها ميناء النشيمة والضباء النفطيين في حضر موت وشوه ذان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الاريانية استمرار ميليشيا الحوثية الارهابية التابعة لايران في الاستهداف الممنهج للاحياء السكنية بمدينة تعز بقذائف المدفعية ورصاص القناصة والذي ادى مؤخرا الى استشهاده مدنيا واصابة ستة اطفال بتدرت اطراف غالبيتهم واكد الوزير الايريانية ان الجرائم البشعة واعمال القتل اليومية التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الارهابية بحق المدنيين من الاطفال والنساء في مدينة تعز المحاصرة وغيرها من المدن اليمنية لن تمر دون عقابة وان المسؤولين عنها من قيادات الميليشيات وعناصرها سيقدمون للمحاسبة لينالوا جزاء ما اقترفته ايديهم الاثمة مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بايدانة اعمال القتل الوحشي للمدنيين باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية كما طالب بالعمل على ادراج ميليشيا الحوثية ضمن قوائم الارهاب الدولية وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب اطلع محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة على نشاط مكتب مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضرموت وسير العمل في اجراءاته طلبات اصدار او تجديد جوازات السفر للمواطنين وانجازها واستمع المحافظ من المدير العام للمصلحة بساحل حضرموت العميد فهمي باللكديش الى اجراءات العمل المتبعة لتسهيل وسرعة انجاز استخراج جوازات المواطنين في فرع المصلحة بالمكلة من جميع محافظات الوطن وفق آلية سلسة كما تعرف المحافظ على صعوبات العمل وحاجة فرع المصلحة لافتتاح المبنى الجديد بالمكلة لضمان توفير خدمات افضل لتسهيل اجراءات تطوير العمل وتخليص معاملات المواطنين مشيدا بالاجراءات المتبعة في فرع مصلحة الهجرة والجوازات مؤكدا دعم السلطة المحلية لاستمرار العمل بالمصلحة بوتيرة عالية والتعجيل بافتتاح المبنى الجديد بالمكلة لخلق مزيد من التسهيلات للمواطنين التقى محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة قيادة مؤسسة حضرموت للتوحد متعرفا على سير الدراسة في المؤسسة وجهودها لتأهيل اطفال التوحد ومتلازمة دون وصعوبة التعلم واستمع المحافظ من رئيس المؤسسة عبدالله سعيد باصمد الى جهود التعليم والتأهيل في المؤسسة التي تستوعب نحو مئتي طفل يتم تأهيلهم بواسطة معلمات مؤهلات لتعامل مع الاطفال وسلوكيات التوحد والتواصل البصرية وعرضت اختصاصيات المؤسسة نماذج قصص نجاحا في تأهيل نحو ثمانين طفل ودمجهم بمدارس التعليم واشاد المحافظة بجهود ادارة مؤسسة حضرموت للتوحد ومعلماتها مؤكدا عظمة العمل التعليمي والانساني الذي يمارسونه بشكل يومي مع شريحة مهمة من الاطفال لضمان تأهيلهم واجسابهم مهارات حياتية لدمجهم بمدارس التعليم العامة والمجتمع نظمت المنظمة الاقليمية للتنمية المجتمعية المستدامة بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بحضرموت الوادي والصحراء ورشة تعريفية عن مشروع الامن الغدائي لتشجيع المزارعين على زراعة محصول القمح والوصول للاكتفاء الداتي ممولة من برنامج حضرموت للتمويل الاصغر وبنك اليمن والكويت وناقش المشاركون بالورشة ورقتين عمل علمية تناولت الامن الغدائي ومتطلبات تحقيقه في بلادنا للدكتور علي عمرود ومحصول القمح بين الواقع والطموح للمهندس أحمد بن جيود إضافة إلى دراسة خطة العمل الميدانية لتنفيذ مشروع الامن الغدائي للمهندس أحمد الشاطري وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي إلى أن العملية الزراعية في وادي حضرموت تعرضت للتهميش والإهمال لظروف عديدة مشيدا بالجهود المحلية لإيجاد معالجات حقيقية لمشكلات العمل الزراعي اختتمت بالمكلف فعاليات برنامج المناظرات السياسية واستراتيجية الحوار الذي نظمه المنتدى السياسي بجامعة حضرموت حيث احتضنت قاعة الأديب علي بكثير برئاسة جامعة حضرموت فعاليات البرنامج لمدة يومين تنافس خلالها الطلاب في أسس المناظرات ومفاهيمها المتمثلة في أسلوب الطالب وإلقائه وقوة حجته المناظرة يتناظر فيها فريقان فريق موالي وفريق معارض ضمن وقت معين وكان اليوم تحكيمنا يعتمد على نقاط رئيسية ومن ذلك أهم النقاط وهي المحتوى وهي الحجج وتدعيم هذه الحجج بالأمتلاب البراهين تدعيمها بالإحصائيات وغيره وكذلك اعتمدت على الأسلوب اللي هو كيفية الأداء المتناظر نفسه النظرات النظرات الإيماءات مستوى الصوت وغيره وأخيرا الاستراتيجية الاستراتيجية هي كيفية توزيع الأدوار منهجية الفريق نفسه اهتمام الفريق بالوقت وكذلك في حاجة بسيطة برضو اعتمدنا عليها وهي المداخلات له كتفنيت بسيط يكون في القضية أثناء تحدث الفريق الآخر وكذلك أخيرا كمجمل العملية نفسها اللي هو الخطاب الختامي اللي هو يتحدث المتحدث يعني يختار متحدث واحد من الفريقان من فريق الموالا الذي يتكلم عن إيجابيات فريقه وسلبيات الفريق الآخر وكذلك يحصل للفريق المعارضة قضيتي كانت تنص على أن الحرب الرسية الأوكرانية ستؤدي إلى تغيير في نظام القطبية إلى صناعية القطبية طبعا نحن كنا فريق الموالاة نصرنا القضية بكل ما عطينا من قوة من حجج حاولنا إثبات للجمهور وإقناعهم ونجمة التحكيم حاولنا التأثير فيهم وطلب الحجج الواقعية من أصل الواقع ما يقوله الواقع ليس على أسس عشوائية أو على ما يقال ويكتف في مواقع التواصل الاجتماعي طبقنا كل ما تعلمناه أثناء التدريب طبقنا الأساسيات والاستراتيجيات مشينا على ما أملوه علينا من قبل وبحمد الله توفقنا رغم أننا خرجنا من المناظرة بخسارة الفريق لكننا كسبنا لنفسنا ربحنا لأنفسنا ولدواتنا تعلمنا أسس المناظرة تعلمنا كيفية الدفاع عن القضايا والتمسك بالرأي تعلمنا كيفية العمل الجماعي تعلمنا كيفية البحث العلمي والسياسي وكيفية المناقشة كيفية اليقوف أمام الجمهور والحديث الثقة بالنفس كل هذا ما يعرفناه وهذا باعتقادي أنه كافي بالنسبة لنا كمبتدئين في المناظرات سواء ربحنا أو خسرنا ما هو إلا أرقاب شرفية ختام النشرة هذا تذكر بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسية يغادر عدن في طريقه إلى الجزائر رئيس الوزراء يوجه الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة بتكثيف شهودها لمواجهة الإرهاب ويتطلع على سير الحملة الأمنية بتاعز لضبط الخارجين عن القانون المحافظ بالماضي يتطلع على نشاط فرع مصلحة الهجرة بالمكلة وإجراءات صرف الجوازات للمواطنين المنتدى السياسي بجامعة حضرموت يختتم برنامج المناظرات السياسية واستراتيجية الحوار بالمكلة ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت تحياتي أنا على مثقال ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر